السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الآن نحن سنبدأ في القطعة رقم 2 اللي هي في الوحدة رقم 9 في صفحة عنا هنا إذا بتلاحظوا اللي هي 121 اللي هي القطعة بتتكلم عن Our countries, imports and exports imports اللي هي معناها الواردات and exports اللي هي معناها مين الصادرات لأنه M معناها N داخل و X معناها Out خارج يعني هنتكلم عن واردات وصادرات دولتنا هنتكلم عن صادرات وواردات دولتنا اليمين عن Jordan تتكلم عن أردن هسا الكريمات القائمة الموجودة عندنا هون مهم جدا جدا إحنا نكون فهمينهم كمعنى English English لأنه في عليهم سؤال معاني وأكون أنا حافظ الكريمات على اليسار هانا كتابة عشان سؤال سؤال التحرير تمام؟ وبرضو بالإضافة إلى هذه الكريمات إحنا منعتازها في سؤال هو إملأ الفراغ اللي عليه عشرين علامة بالميزارة لأن أول كلمة عنا Agreement اللي هي معناها اتفاقية تمام؟ اللي هي معناها إما an agreement هي اتفاق أو promise أو وعد to do something للقيام بشيء made يقام by two or more people يعني بين شخصين أو أكثر companies ممكن يكون بين شركات organizations أو منظمات لأنه dominates تمام؟ بمعنى يسيطر على اللي هو to be أن يكون the most important feature أهم ملمح of something من شيء فأكيد أهم ملمح من الشيء هو الإش اللي بيكون مسيطر export اللي هي كإسم اللي هي معناها تصدير ومعناها صادرات تمام؟ اللي هي goods بضائع sold to buy to another country إلى دولة أخرى البادع إن extraction معناها استخراج اللي هي the process عملية of removing إزالة and obtaining والحصول something على شيء from something else من شيء آخر لأن اللي بادع جي دي بي اللي هي gross domestic product اللي هو الناتج الإجمالي المحلي لها the value قيمة of a country's total output مخرجات الدولة الكلية of goods من البضائع and services والخدمات اللي بادع عنا import معناها استيراد تمام؟ لها goods بضائع both تشترى from other countries من الدول الأخرى لها عنا reserve تمام؟ معناها احتياط المخزون there is something to keep back يحافظ عليه or sit aside أو يوضع جانبا especially خصوصا for future use للاستخدام المستقبلي اللي بادع ان fertilizer ومعناها سماد a substance that is put توضع on land على الأرض to make لجعل crops grow and تنم محاصيل nightwear لها ملابس صوفية لها clothing ملابس made مصنوعة from wool من الصوف minerals المعناها معادن minerals معناها معادن a substance that is present توجد in some foods في بعض الأطعمة and is needed وتحتاج for good health لصحة جيدة أو التعريف الثاني a substance that is found توجد naturally بشكل طبيعي in the earth في الأرض هناك كلمة oil ومعناها petrol a thick liquid لها سائل اللزج that comes يؤتى به from under the earth's surface من باطن سطح الأرض and is used ويستخدم as a fuel لها كوقود pharmaceuticals لها متعلق بصناعة الأدوية لها relating to له علاقة في production of medicines الأدوية البادع آخر الكلمة هي vegetables خضار لها a plant نبتة that you eat تأكلها for example على سبيل مثال a potato البطاطا or onion أو البصل لها بداية الفقرة في هذا التقرير سنلقي نظرة at the countries على الدول ذات التي تعود على مين ذات تعود على countries تعود على countries جوردان ستتاجر معها الأردن and what goods وما البضائع it exports التي تصدرها and imports وتستوردها عمين تعود إتهان تعود يا أستاذ على مين على جوردان على الأردن التي تستوردها وتصدرها first أولا let's look دعنا ننظر at exports إلى الصادرات الآن عندنا هنا جملة نفتح قوصن هون Jordan is rich تغنى الأردن in potass في البوتاس and fosfat and the extraction industry وصناعة الاستخراج for these minerals لهذه المعادن الآن these minerals عمين تعود على البوتاس وعلى الفوسفات is one of the largest in the world هي من الأكبر في العالم تمام الآن نيجي نشوف الأسئلة على هذه الفقرة الأولى إن هي code the sentence اقتبس جملة which indicates التي تشير that Jordan أن الأردن has a lot لديها الكثير من natural resources من المصادر الطبيعية نرجع الفقرة مباشرة هون بنلاقي الإيجاب اللي هي بصطة رقم 2 من عند جوردن إلى عند مين إلى عند كلمة world تمام من عند جوردن إلى عند world المذكور فيها البوتاس والفوسفات الآن سؤال رقم 2 the writer says يقول الكاتب that Jordan أن الأردن has many precious resources لها العديد من المصادر الثمينة من شن اذكر 2 2 of these precious resources من هذه المصادر اللي حكينا اللي هو البوتاس والفوسفات تمام اللي بعد عنا find a word جد كلمة which means تعني the same as مثل the process عملية of removing إزالة and obtaining والحصول something على شيء from something else من شيء آخر حكيناها قبل شوية في المعاني اللي هو extraction ويقصد فيها الاستخراج البعد what does the underline phrase ماذا العبارة التي تحت خط اللي هي these minerals هذه المعادر refer to تعود إلى تعود إلى البوتاس والفوسفات تمام هذا تكلمنا على الآن على ماذا يعود الضمير ذات رجعنا على countries تمام الآن الفقر رقم 2 بنفس القطعة التي تبعت التي تبعت التي تبعت والدات دولتنا ليس من الغريب من أكبر صادرات دولتنا هي المواد الكيميائية رقم واحد إذن عدد أكبر صادرات الأردن وهي هنا رقم 2 للأسمنة الآن صناعة الأدوية والصناعات الأخرى تشكل 30% من جوردان من الناتج الإجمالي المحل الأردن يعني الناتج الإجمالي 30% من أصل 100% بيكون 30 صناعات أدوية وصناعات أخرى تمام 75% و75% من جوردان فارماستيكال من الصناعات الأدوية الأردنية يتم تصديرها الآن معناته من 30% في 75% يروح مين تصدير جوردان خدمة الأردن أو اقتصال الأردن هي السفر والسياحة لأن هناك سطر تحت الترجمة هنا لأننا سنرى الأردن لمن يصدر هي معظم صادرات الأردن تذهب إلى من؟ العراق USA America India والمملكة العربية السعودية إذن سألنا اذكر ثلاثة دول أو أربع دول التي تصدر لها الأردن سؤال رقم واحد بالنسبة للفقرة تصدر الأردن العديد من البضائع من شن اذكر من أكبر صادراتها حكينا أنها كيميكالز أو فيرتيلايزر تمام؟ أكتب الجملة التي تظهر النسبة المئوية التي صناعت الأدوية والصناعات الأخرى تشكلها من الناتج الإجمالي للأردن طبعا من عند أنا أعطيه من عند كلمة فارماستيكالز من هون تمام؟ ماذا أني ماشي فيها لما أصل إلى كلمة التي هي حتى لو كان اقتباس طويل عن حمالة علاقة فيه لهم هو أقل لي اقتبس فلازم أعطيه المكان من الكابيتال لتر إلى الفلسطوب لحب أن نهيه النسبة المئوية الآن نيجي على السؤال رقم ثلاثة دو سكشنز قطاعين ار دومينانت تسيطر أو دومينيت تسيطر في الجوردين الإلكانومي على اقتصاد الأردن منشن اذكر هذه القطاعات القطاعات التي حكينا هي الترافل التي هي السفر والتوريزم والسياحة الآن السؤال الرقم أربعة قال لي نيم اذكر أو سمي دولتين التي الأردن تصدر بضائعها تؤثر غير الهند تمام لعنا في السطر الأخير بعد الترجمة لها إيراك ويو أس اي وعنا السعودية وات أريبيا المملكة العربية السعودية تمام الآن السؤال الرقم خمسة ما هي النسبة المئوية للأدوية التي تصدر الأردن بالصدر حكينا بنسبة خمسة وسبعين بالمئة من أصل ثلاثين المئة الآن ماذا العبارة التي تحتها خط لها هنا بالفقرة قصد الناتج الإجمالي المحلي تمام مين يعني نرجع إلى الكريمات الموجودة بصفحة رقم 121 بتلاقيها الكلمة رقم خمسة هنا تمام اللي بعدها هنا find aware جد كلمة which means تعني the same as مثل a substance مادة that are put to on the land على الأرض لجعل المحاصيل تنمو الكريمة اللي حكينا عنها هي ومعناها لها الأسمدة تمام الآن نحن الآن دعنا ننظر إلى الواردات شو الأردوم تستورد حكي هنا يعني ليست مثل الدول الأخرى in the middle east في الشرق الأوسط جوردن الأردن does not have لا تمتلك هنا شو السبب إنها بتستورد البترول لا تمتلك a large of gas reserves من احتياط الغاز والبترول خلني نحكي تمام لأن هذا السبب بخليها تستورد معناته أول وارداتها لها من الجاس هل رقم من واحد إلى طب إلى ماذا أدى ذلك لذلك السبب جوردن يجب أن تستورد أردن البترول هي رقم 2 من الواردات وغاز بسبب احتياجها إلى الطاقة يعني لماذا تستورد إذا جمع سبب يعطينا الريزن بسبب احتياجها إلى الطاقة طبعا الـ عمين تعود هان بدون شننس جميع الـ تعود على جوردن اللي هي الأردن تعود على مين جوردن اللي هي الأردن الواردات الأخرى السيارات الأدوية هي رقم 4 وقمح هي رقم 5 معنات واردات الأردن هنا غاز وبترول وسيارات وأدوية والطحين أو القمح في عام 2013 23.6% 23.6% من واردات الأردن ويرفرام سعودية أريبيا يعني كانت تستورد من المملكة العربية السعودية بنسبة 23.6% هذا ويتبعها ويتبعها ذلك بإيو بالاتحاد الأوروبي with 17.6% من 17.6% من وارداتها تمام الآن عم نتعود على جوردن طبعا من الاتحاد الأوروبي تستورد بنسبة 17.6% بنلاحظ أنه أكبر كمية موجودة في الأردن تمام من الاتحاد الأوروبي أنا أسف الواردات الأخرى هم طلعوا يعني أنا ببيلي كمان من ومتسورد الأوردن من من الصين والمملكة أو خنقول الولايات المتحدة الأمريكية معناته هي بتأخذ من الاتحاد الأوروبي هي رقم واحد وعند رقم الثين من المملكة العربية السعودية تمام وأيضا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية لأن جوردن لدي أتفاقية التجارية حرة than any other Arab countries من أي دولة عربية أخرى and it treats وأنها تتاجر منها الأت تعود على الأردن تمام مع جوردن if really بحرية with many countries بالعديد من الدول including تشمل USA مع أمريكا كندا وكندا أمليجا وماليزيا which other areas أوكي والمناطق الأخرى are important مهمة جدا for the Jordan Strait لتجارة الأردن إلى هنا حيث كلي بآخر أربعة سطور عن الاتفاقيات التي أجرتها الأردن وعملت على انعاش الاقتصاد الأردني أول اتفاقية جوردن فرسايند وقعت الأردن أول التريد اجريمنت اتفاقية تجارية والذئي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1997 هذه رقم واحد رقم 2 ووقعت أيضا من تعود على الأردن اتفاقية تجارية أخرى مع مصر مروكو والمغرب وانتونيجا وتونس في عام 2004 سي برضو في عام 2011 اتفاقية تجارية أخرى وازمية أجريت مع الاتحاد الأوروبي إيجبت ومصر ومروكو والمغرب وتونيجا وتونس تريد التجارة مع الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا ستنمو لما يحكي لجبني هذا الجملة موجودة في كتاب تفكير ناقد لماذا ستنتعش التفاقيات مع الأردن والأفريقيا والاتحاد الأوروبي الإيجابي لأنها أصلا هي موقعة معها اتفاقية الآن فأكيد أو من المؤكد أنها ستنعش ذلك الاقتصاد أو سينمو العلاقة بينهم الآن السؤال رقم واحد الآن التي تعرض أن الأردن لا تمتلك كمية كافية من البترول والغاز للمستقبل هي جملة من عند جوردن إلى كلمة ريزيرفز السطر رقم الثاني من عند جوردن إلى كلمة ريزيرفز تمام نيجي الآن سؤال رقم الثين لماذا لماذا الأردن تستورد الكثير من البترول الغاز حكينا بسبب احتياجاتها للطاقة التي في نفس السطر رقم الثين لما أحكي لذلك رقم الثلاثة جوردن يجب أن تستورد الثلاثة بسبب احتياجاتها للطاقة الآن لدينا سؤال رقم ثلاثة من شن اذكر ثو جودز اثنين من البضائع جوردن تستوردها الأردن غير الاول حكينا بتستورد الكارز السيارات لدينا ويت القمح وهي الأدبية تمام هيك اعتقد الأمور واضحة الآن رقم أربعة بالنسبة للناس ما الدول تستورد تستورد بضائعها مننا حكينا الكثير الدول في هذه الفقرة حكينا من الايو من الاتحاد الأوروبي حكينا من الصين وحكينا من الولايات المتحدة الأمريكية تمام هنا السؤال رقم الآن خمسة حكي اكتبز جملة او اكتب الجملة التي تشير جوردن أن الأردن لها علاقات ممتازة مع الدول الأخرى فيما يتعلق التجارة في جميع عنحاء العالم لها جملة الأولى من الفقرة الثانية من عند جوردن تمام إلى أصل إلى الفلسطوف فيها تمام يعني لا عند خليحكي لا عند ماليجا لا عند مين لا عند ماليجا يعني آخر السطر الثاني إلى بعد سؤال كوت أن جوردن حققت الأردن الكثير من الأشياء من أجل إنعاش اقتصادها من شن اذكر شيئين جوردن قامت بها الأردن شيئين أن وقعت أربع اتفاقيات الآن بعطي أي اتفاقيتين من الذكرناهم في آخر أربع سطور تمام من آخر أربع سطور الآن نيجع على السؤال بعد which country أي دولة تزود جوردن الأردن with the most of its imports من وارداتها أكيد هي السعوديوات إيريبيا الآن هذا السؤال كتفكير ناقد موجود كتاب حكيت عنه بالفقرة إن why is trade لماذا التجارة with the EU مع الاتحاد الأوروبي and North Africa وشمال إفريقيا likely to grow ربما أن ينمو الإجابة تحت in a trade with these areas التجارة مع هذه المناطق is likely من المحتمل تكرو أن تنمو because جوردن لأن الأردن has signed وقعت trade agreements اتفاقيات تجارية with both areas مع كلا المنطقتين سؤال رقم 9 برضو بعده من الأسئلة التي هي إلها علاقة بالكريتيكل what does the article suggest ماذا اقترحت المقالة ذات مني أن العديد of Jordan fertilizers من الأسمدة الأردنية are made from مصنوعة من طالما الأردن يعني هي غنية بالبوتاس في الفوسفات فأكيد الأسمدة مصنوعة من البوتاس في الفوسفات فجوابي بوتاس فوسفات إلى جميع الضمائر رجعناها الآن سؤال تفكير ناقد واحد على هذه الفقرة هو آخر سؤال أن جوردان وقعت الأردن many trade agreements العديد من الاتفاقيات التجارية with other countries مع الدول الأخرى all over the world في جميع أنحاء العالم تمام أكيد موقع انتفاقيات قررنا أربع انتفاقيات هكري think of the statement فكر في العبارة in two sentences وفي جملتين write down اكتب two benefits فائدتين of signing من توقيع such agreements مثل هذه الاتفاقيات الإجاب هارنا I think أعتقد there are many benefits هناك العديد من الفؤاد دائما اتبعوا طريقة guided writing الكتابة الموجهة في إجابة سؤال تفكير الناقض of free trade agreements من الاتفاقيات التجارية such as increasing production بعمل عزيات الإنتاج and enhances أو enhancing يعزز international cooperation التعاون الدولي برضو in addition free trade agreements الاتفاقيات التجارية increases أو sorry increase competition المنافسة and exports والتصدير أيضا أما بالنسبة إلى تمرين رقم واحد الموجود هذا غير مهم لأنه هنا عنا تتكلم عن قاعلة passive voice بس إذا انت حابت حلها حلها بس فقط للإطلاع وهي إجابات موجودة إحنا بالأسفل تحت تمام فقط للقراءة الذاتية فقط تمام طبعا المخاضرة الجايبة إلى رب العالمين سنقوم بشرح الفقرة الثانية كيف تروج للسلعة ربي أعطيكو ألف حافظ ترجمة نانسي قنقر